زي ما اتفقنا ورسالتنا في الرمضان ازاي نتعلم الحكمة في الابتلاء وازاي نحقق المنحة من المحنة في ناس واخدة على عاطقها مسئولية النصح والإرشاد وانها تساعدك وتنور لك طريقك وتخليك تفهم وتعرف الصح من الغلط وتوجهك ازاي تتخلص من الافكار السلبية او الافكار الخاطئة الناس دي دورهم انهم يرجعوك لما يلاقوك كده ايه حت عن طريق الخير ده ممكن يكون صاحب اخ زوج زوجة او شيخ او امام مسجد عشان كده انا النهاردة بحب اوجه الشكر لكل رجال الدين في بلادي اللي بيقدمو لنا المعلومة مبسطة واضحة وبيساعدونا على العلم والفهم والتدبر والهداية وبيعنونا على حسن العبادة بجد من القلب شكرا تعالوا نشوف انتو كمان وجهتوا الشكر المين في التقرير اللي جاي المنسبة رمضان احب اقول لبابايا كل سنة هو طيب واحب اشكره جدا جدا لان هو اتعب معي كتير قوي احب اشكره ان هو وصلني لأول خطوة من خطوات حيني احب اشكره لان هو اتعب كتير قوي عشان من ارتاح احب اشكره جدا جدا واحب اقول ايهو ان انا بحبه جدا جدا احب اقول من كل قلبي شكرا لأهلي ان هما دعموني كتير قوي في حياتي ووقفوا جنبي وبشكر اصحابي كلهم طبعا ان هما دعموني ووقفوا جنبي في محن كتير في حياتي ومن كل قلبي بشكر اي حد انسان سيادق طبعا مع غيره وبيكون كويس وبيكبر خطر غيره ولو بكلمة حقيقي الناس النطيفة دي بقول لها شكرا جدا انتو في حياتنا ورمضان كريم عليكم جميعا كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم طبعا انا لو هشكر حد هتكون ماما حبيبتي كل سنة وانت طيبة يا سب الكل وبجد شكرا يا ماما على كل حاجة حلوة انتي قدمتها لينا انا واخواتي وبجد شكرا لانك كنتي قيمة بدور الاب ودور الام بايه كنتي بخلينا مبسطين ومش حاسين باي فرق خالص في عدم وجود ببا الله يرحمه بجد ربنا يخليكي لينا يا ماما ودايما كده يا رب من ورا حياتنا الناس قريبي الناس حبيبي الناس صحابي البعاد عني كل سنة يجبين ان شاء الله في السنة الجاية في رمضان الجاي نكون مع بعض نتجمعين مع بعض لما حلوة كون ربنا يا رب يا رب يا رب يكون شاء لعننا الوباء والبلاء فانا انا بكلم دلوقتي عشان ابويا اللي برا مصر كل سنة طيبة يا بابا كل سنة طيبة يا حبيبي كل سنة وانتمعانا وان شاء الله بس ان احنا بيتعد على خير وتبقى موجود وصفين ومعانا شكرا كنقول لها الوالدة جالي الأم جالي أولا لأن انسانا ضحات معي بالكتير الوالدة جالي أيضا لأنه ضح معي بالكتير دار اللي في السطاع جاله وفق من السطاع جاله كنقول شكرا لأخواتي علي اللي كل واحدة فيهم تحلمت من ناشي حاجة شكرا لكم السف لأنكم حياتي وشكرا لكم السف لخلوته الإنسان اللي أنا علاق اليوم كان بحيكم السف شكرا لكل مشاهديننا اللي شاركوا معنا ورسائلكم وصلت من القلب القلب بشكر خاص جدا لدينا ناصر وربنا يحقق لك كل أحلامك يا حبيبتي وأيضا شكر المهة جميل ولبنى عزت وحسام شلتوت ومن المغرب لبنى من المغرب كان بغيك بالزاف وبفكركم أنتو كمان مشاهدين الكرام تشاركوا معنا برسائل فيديو توجيهوا فيها شكر لناس ووضعوا بصمتهم في حياتكم تبعتلنا على صفحة من القلب القلب على الفيسبوك فيديو ليكو وإحنا علينا أن احنا نعرضه لحضراتكم ترجمة نانسي قنقر